كما توجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لإصداره قرارا جمهوريا بالعفو عن زياد العليم استجابة لدعوات القوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ودعما للجنة العفو الرئاسي وثمنت التنسيقية موقف الرئيس السيسي الذي يؤكد حرصه الدائم على وحدة الصف المصري دون النظر لأي اختلافات ايدولوجية أو فكرية كما تؤكد التنسيقية أن صدور هذا القرار في مثل هذا الوقت الذي تستعد فيه البلاد للحوار الوطني الشامل هو رسالة من القيادة السياسية بدعمها الكامل للحوار وبتلبية كافة المطالب المشروعة للجميع